البقاء لله في خبر محزن التفاصيل الكاملة في وفاة حارس مرمى الاهلي ننشر التفاصيل وخبر صار يعلم لأول مرة لجموع المصريين انخفاض واسع في الأسعار بعد ثلاث أيام وبشرى صار لأصحاب المعاشات زيادة الحد الأدنى إلى 1400 جنيه ننشر التفاصيل في الفيديو وتحركات عاجلة من البنك المركزي المصري للسيطرة على الموجة التضخمية وعاجلها لسيتم زيادة أسعار توريد القمح المحلي بننشر التفاصيل وبيان عاجل للحكومة المصرية الأرصاد تحذر المواطنين ننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا والبقاء لله في خبر محزن التفاصيل الكاملة في وفاة حارس مرمى الأهلي وأعلن النادي الأهلي المصري مساء أمس وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم موليد 2003 متأثرا بإصدته بسبب سقوطه من شرفة منزله في حي عين شمس وأكد خالب بيبو مدير قطاع الناشئين أن الحارس الشاب البالغ 19 عاما كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية وضح أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في القطاع الناشئين بالأهلي كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بخلق جميل وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترة كبيرة من الموسم الماضي وقدم مباريات مميزة كما أنه كان الحارس الأساسي في آخر مبارتين للفريق نصدر معنا كم من وسائل إعلام مصرية وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر أعوزين يعرف يعني تفاصيل الوفاة بالزط توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الحارس كان يمر بحالة اكتئاب في الفترة الأخيرة بعد رفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات أضافت النيابة أنه في وقت مبكر من صباح أمس الأحد فجاء أهله بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يسكن في منطقة عين شمس وفارق الحياة وكانت جهات التحقيق المصرية قد توصلت بعد أن يعني ذرست القضية أعلن خالد بيبي وجود كثور متفرقة وشرخ بالجمجمة أعلن خالد بيبي ومدير قطاع الناشئين في الأهل لأن الحارس الشاب كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية كما ذكرنا المصدر معنا كان من RT والعربية وإن شاء الله ندعي له وأن ربنا أرحمه ويغفر له بإذن الله ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا وخبر صاري يعلن لأول مرة لجموع المصريين انخفاض واسع في الأسعار بعد ثلاث أيام قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على إصدار أسعار استرشادية للسلع الأساسية في السوق المحلي لافتا إلى أن تلك الأسعار سيتم إصدارها بشكل يومي ودوري لكافة السلع الغذائية في صور التقارير يومية عن كل قطاع من واقع السوق خاصة وأن آليات السوق الحر هي المتحكم في الاقتصاد والسوق المصري وأضف في تصريحات لصحيفة صدى البلد أنه سيتم في نفس الوقت متابعة لحظية للأسعار بالأسواق على كافة الأسعادة والمحافظات المختلفة ورصد الأسعار في الأسواق والمستجدات ورفعها في الجهات الرقابية المعنية وتوقع انخفاض الأسعار خلال أسبوع أو أسابيع قليلة خاصة في ظل تنسيق الاتحاد العام للغرف التجارية مع كافة الجهات المعنية لطرح سلع منخفضة الأسعار في الأسواق وبالتالي توفرها الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الأسعار وأشر إلى أن الإعلان عن أسعار استرشادية للسلع بتوجيه من مجلس الوزراء بالتزامن مع تدشين معارض أهلا رمضان خلال 15 مارس الحالي بدلا من 24 مارس هيؤدي إلى خفض الأسعار والتخفيف على المواطن من جانبه أشاد حازم المنوفي عضو الشعب العام للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والدقيق والمقارونة وكذلك الضرى والزيوت بكافة أنواعها وأكد المنوفي أن القرار جاء في توقيت مناسب حيث سيؤدي إلى زيادة المغزون الاستراتيجي لهذه السلع الأساسية ويؤدي لاستقرار السوق منعا لزيادات جديدة في الأسعار وطالب المنوفي من المنتجين والمستوردين بالتنازل ولو قليلا عن هامش الربح الذي يضعونه على السلع ومن الواجب إحساسهم بالمسئولية تجاه البلد المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد المصرية وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر إذن فهمنا من هذا الخبر أن معارض أهل الرمضان بدلا ما هتبدأ يوم 24 مارس هتبدأ 15 مارس اللي هو يعني بكرة مش بعيد يعني فده هيؤدي لانخفاض الأسعار طبعا معارض أهل الرمضان بتبقى فيه الحاجة مدعمة أو بيبقى الأسعار فيها وليلة عن السوق فبالتالي هيحصن منافسة والأسعار هتبدأ تقل التجار هيبدأوا يخافوا إن بضايتهم ما تتبعش فبالتالي هينزلوا في الأسعار عشان البضاعة تتبقى وإن شاء الله مش هيبقى فيه زيادة في الأسعار بل هيكون إن شاء الله فيه انخفاض في الأسعار ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وبشرة صار لأصحاب المعاشات زيادة الحد الأدنى إلى 1400 جنيه قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 22 إلى 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيه لافت أن وزارة التضامن تراجع بيانات 1.300.000 أسرى من المستفيدين من تكافل وكرامة هذا العام حيث يتم تحديث جميع قواعد البيانات 30% من مستفيدين تكافل وكرامة كل عام وأضافت القباج أن هذا العام الحالي استحداث حصر الأسر المتقدمة لتكافل وكرامة المقبولة في قوائم الانتظار أشارت إلى أن تدخلات اقتصادية تكون قائمة موجودة لافت إلى أن استراتيجية الأولى بالرعاية تبدأ بالأطفال وذوي الإعاقة والأسرة التي لديها زوج يتم التوسع في التمكين الاقتصادي بها وأشارت إلى أنه يتم توحيد قواعد البيانات بين الوزارة وجمعيات الأهلية ومع صندوق بيت الزكاة وصدقات مؤكدة عمل شبكة لرط الاستعلام عن المواطن بالرقم القومي وضحت وزيرة التضامن العمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الانتهاء من 3000 حضانة هذا العام ومن 600 مدرسة مجتمع الاستيعاب الأطفال ممن لم يلتحقوا بالتعليم وأن كل طفل بمؤسسات الرعاية سيصدر كارني تأمين صحي له كما سنوفر تابلت لطلاب المرحلة الاعدادية في مؤسسات الرعاية كما يتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين بالجامعات من خلال وحدات التضامن بالجامعات كذلك التمكن من توفير 600 منحة جامعية للطلاب الفائزين المصدر معنا كان من اليوم السابع وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحركات عاجلة من البنك المركزي المصري للسيطرة على الموجة التضخمية ويترقب عملاء البنوك قرار البنك المركزي لحسم مصير الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادمة يوم 24 مارس القادم بسبب الأوضاع العالمية وانعكسها على السوق المصري وتباينت أراء مصرفيين تحدثوا عن هذا الأمر حول اتجاه المركزي بين تثبيت ورفع الفائدة في الاجتماع القادم بعد تسجيل معدل التضخم زيادة جديدة أكبر من المخطط لها بسبب الأزمة العالمية وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك آخر عشر اجتماعات لها منها تمن اجتماعات عقدتها في عام 2021 لتصل إلى مستوى 8.4% للإيداع وتسعة وربع في المية للإقراض وقالت صهر الدمياطي نائب رئيس بنك مصر السابقة إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تواجه موقف صعب للغاية لا تحسد عليه في حسم مصير الفائدة الاجتماعي المقبل بعد زيادة التضخم في فبراير الماضي قبل قياس تأثير قرار الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والغاز خلال شهر مارس وكذلك دخول موسم رمضان الذي يشهد زيادة في الأسعار وتوقعت صهر الدمياطي إقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قادم دون تغيير حتى قراءة تأثيرات ارتفاع أسعار البنزين الجديدة وعدم التسبب في وجود خناق على قطاعات المختلفة في زيادة تكلفة عبء الموارد التمويلية عليها وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمال الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح الخميس الماضي وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 8.8 في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي ولا يزال معدل التضخم السنوي الأساسي أو في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% وسجل معدل التضخم الشهري لإجمال الجمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي ويتوقع الخبراء أن يرفع المركزي في الاجتماع القادم الفائدة 0.5% مع استمرار زيادة معدل التضخم وفي حال أقدم الاحتياط الفدرالي الأمريكي على رفع الفائدة في اجتماعه خلال الشهر الحالي الذي يصبح اجتماع المركزي قد يتجه لزيادة الفائدة إلى 1% الاجتماع القادم دون الانتظار للاجتماع بعد القادم بحسب الخبراء المصدر معنا كان من صحيفة مصرابي وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتم مع بعض الخبر آخر وعاجل هل سيتم زيادة أسعار توريد القمح المحلي وقال المهندس وليد دياب عضو غرفة صناعة الحبوب أن احتياط القمح في مصر جيد ويكفي لأربعة شهور إضافة إلى القمح المحلي المصري أضاف خلال مدخلة هاتفية مع برنامج مسائدي ام سي وقال أن إجمالي إنتاج القمح المصري بيكفل 5 أشهر مما يعني وجود فرصة لاستيراد قمح من بعض الدول وطالب وليد دياب أن يجب على الدول زيادة سعر توريد القمح ليصبح مساويا لسعر القمح المستورد لافتا إلى أن الفارق حاليا بين المحلي والمستورد 2600 جنيه وأكد وليد دياب الحل الوحيد لتشجيع الفلاحين على بيع القمح للحكومة هو زيادة سعره لافتا إلى أن الزيادات التي حدثت في أسعار السلع مبررة بنسبة 70% ونسبة جشع تجار 30% المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر والأرصاب بتحذر من تقلبات الطقس اليوم وغدر حضرت هيئة الأرصاب الجوية من تقس اليوم حيث تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب مصر على فترات متقطعة وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ويسود تقس شديد البرودة ليلة تسجل درجة الحرارة في القاهرة 17 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتنخفض إلى 9 بالليل كما تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة وبنسبة حدوث تصل إلى 30% المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر نحن بس في نهاية الفيديو كلنا يعني ندعي بالرحمة لحارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويصبر أهله ويصبر يعني النادي الأهلي على فراق هذا الشخص ويرحمه ويغفر له جينا مع بعض الانهاية ناشرة الأخبار أتمنى نكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا آي إي بي على فيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته